اثيوبيا معرض القهوة الدولي سيكون سانحة طيبة لتبادل الخبرات وتنسيق الجهود والمواقف هذا فضلا عن وقوف الدول المشاركة ومصدري القهوة والباحثين والمحترفين والعارضين جميعهم على تجربة اديس ابابا مع البن والقهوة باعتبار ان اثيوبيا تعد سابع اكبر منتج للبن في العالم والاولى على مستوى القارة الافريقية حيث تنتج اكثر من مائتين وستين الف طن سنويا انتاج القهوة في اثيوبيا يشكل قيمة ضاربة في جذور الثقافات والعادات والتقاليد الاثيوبية ويعود تاريخ انتاج القهوة الى عدة قرون ويعتقد مؤرخون ان البن اكتشف لاول مرة في منطقة كافا جنوب اثيوبيا واشتق من اسم المنطقة اصل كلمة قهوة باللغة الانجليزية كوفي ويطلق على صادرات البن الاثيوبي بن اربيكا شجرة البن هو الاسم العلمي لنبتة البن الشائعة وكانت تنمو نموا بريا في اثيوبيا اصلا ويتم انتاج البن بشكل تقليدي من قبل المزارعين اصحاب الحيازات الصغيرة او قهوة الغابات والتي تنمو بشكل طبيعي غير ان زراعة البن سرعان ما تطورت بشكل لافت وبات البن من مصادر الدخل القومي في اثيوبيا وبحسب خبراء اقتصاديين فانه من المتوقع ان تشهد القيمة السوقية العالمية للبن معدل نمو سنوي يبلغ 5.5% في السنوات الخمس المقبلة لشراب القهوة عند الاثيوبيين تقوص خاصة فالمسلمون الاثيوبيون يتناولون القهوة في فترتي الصباح والمساء بصورة مستمرة طوال ايام الاسبوع عدى يوم الجمعة حيث يتم تناولها بعض صلاة الجمعة وغالبا ما تكون في البيت الكبير او منزل العائلة بخلاف المسيحيين الذين يفردون لها في يوم الاحد برنامجا خاصا وربما لا يختلفون عن المسلمين في ان يكون تجمعهم مع الاسرة الكبيرة وتمثل القهوة لدى المرأة الاثيوبية خاصة الفتيات تمثل مصدرا للرزق ومتنفسا من ضيق الجلوس في البيوت بسبب ندرة فرص العمل بل تعتقد بعض الفتيات ان العمل في مجال بيع القهوة انما يكرس للثقافة الاثيوبية حيث تتبار الفتيات في اعدادها بحيث يمثل اعداد القهوة مقياسا لمدى وعي الفتاة وثقافتها ترجمة نانسي قنقر